موسيقى مرحبا بكم عزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 3 اليونت السابق الدرس الثالث عنوان الدرس what do they need من الذي يحتاجه أو ماذا يحتاجون موجود بصفحة 94 من كتاب الطالب صفحة 92 من كتاب النشاط قبل ما نبدأ بالدرسات تلسى الاشتراك بقناتي اليوتيوب اللي اسمه الأستاذ طاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الأستاذ طاع حسين ودرس اللغة الإنجليزية لتقدرون تلقومي خلال هذا المعرف صفحة 94 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة ودوا they need ما الذي يحتاجه ما الذي يحتاجه في التحدي المدرسي مثل ما وضحنا بدروس سابقة منه هناك أربع تحديات بين مدرسة النهر الأحمر Red River وكذلك Green Tree School مدرسة الشجر الخضراء الأربع تحديات خاصة بالماتس الرياضيات English اللغة الإنجليزية Sports الرياضات and Art والفنية مادرة الفنية فهنا أنا بيسأني يقول لي شين اللي يحتاجوا لكل تحدي من هذه التحديات منطين الصور لأربع تلاميذ إذا تذكرون هذه الشخصية كريم وهذا طارق وهذه لينا وهذه نادية هذول الشخصيات كل واحد رح يشارك بتحدي معين طارق رح يشارك بتحدي الرياضيات نادية رح تشارك بتحدي اللغة الإنجليزية كريم رح يشارك بتحدي الرياضة وولينا رح تشارك بتحدي الفنية فهنا شي يقول لي يقول لي Look and Say استمع وقل Maths Challenge تحدي الرياضيات English Challenge تحدي اللغة الإنجليزية Sports Challenge تحدي الرياضة Art Challenge تحدي الفنية بعد ما التلميذ استمع للأستاذ هو ينطق هذه الكلمات ردد بعده شي يطلب من عندي يقول لي write the words اكتب الكلمات اهنا منطيني ذول التلاميذ الأربع اللي قرناهم قبل دقيقة طارق نادية كريم ولينا ومنطيني جدولين بعد هذا الجدولين مكتوب he أو she has he has معناها لديه she has معناها لديها he needs هو يحتاج وshe needs هي تحتاج شن المطلوب من هذا الجدول هنا انا يقول لي روح شوف بالصورة طارق مثلا طارق شن عنده عنده pencil و rubber he has هو لديه pencil قلم رصاص and rubber ومساحة what does he need ما الذي يحتاجه شي يحتاج على مودي يكمل تحدي الرياضيات هو عنده قلم ومساحة بعد شن اللي يحتاج على مودي يروح للتحدي الرياضيات أنه يحتاج رولر مصدرة نحن ذكرنا بالدروس السابقة أن تحدي الرياضيات نحتاج فيه إلى مصدرة لكي نرسم الأشياء الهندسية أو الأشكال الهندسية بعد نادية what does Nadia have ما الذي لدى نادية نانا الأستاذ رحيسة يقول what does Nadia have شن اللي عدها نادية بالصورة نشوف أنه نادية عدها picture dictionary قاموه صور و rubber مساحة فنكتبه شي هاز هي لديها picture dictionary قاموه صور and rubber ومساحة زيان شن اللي تحتاجه على مودي تكمل تحدي اللغة الإنجليزية بعد شن تحتاج نعرف أنه تحتاج إلى pencil قلم رصاص عن ما تكون جاهزة لأن تذهب إلى تحدي اللغة الإنجليزية الأستاذ رحيس المرة أخرى يقول what does Kareem have ما الذي لدى كريم خلنا نجي نشوف شن عنده كريم كريم عنده t-shirt و trainers اللي هي أحذية رياضية فالتلميذ يقول he has a t-shirt and trainers لديه t-shirt dress و trainers و trainers و trainers و trainers أحذية رياضية زيانا الأستاذ رح يسأل مرة أخرى يقول what does he need ما الذي يحتاجه شن اللي يناقص كريم على مودي يروح إلى تحدي الرياضة هنا نعرف أن اللي يروح إلى تحدي الرياضة يحتاج إلى كرة فأقول small ball he needs يحتاج إلى small ball يحتاج إلى كرة صغيرة بعد الأستاذ رح يسأل يقول what does Leena هذا ما الذي لدى لينا خلنا نجي نشوف بالصورة شنو عدها لنا pencil و رفا قلم رصاص و مساحة هي بها تحدي رح تشارك رح تشارك بتحدي الفنية إذن شن اللي تحتاجها بعد الأستاذ رح يسأل يقول what does she need ماذا تحتاج لكي تشارك في تحدي الفنية نحن نعرف أن تحتاج إلى cryons cryons أقلام تلوين هذا ما يخص هذا النشاط من خلال الصور اللي نطانيها لبداية الدرس قدرت أحدد هذول التلاميذ شنو عندهم و شن اللي يحتاجوه على مودي شاركون بالتحدي المدرسي اللي تحدثنا عنه بدروس السابقة بعدها يقول لي listen and check استمع استمع للمقطع الصوتي وتفقد إجاباتك إذا كانت إجاباتك صحيحة أو خاطئة رح نشغل المقطع الصوتي نتأكد من إجاباتنا وبعدها ننتقل إلى النشاط القادم track 129 listen and check maths challenge Tarek has a pencil and a rubber he needs a ruler English challenge Nadia has a picture dictionary and a rubber she needs a pencil sports challenge Karim has a t-shirt and some trainers he needs a small ball art challenge Leena has a pencil and a rubber she needs some crayons ثم إذن بعد ما استمعنا للمقطع الصوتي وتفقدنا إجاباتنا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي منتقل للنشاط الآخر listen and say the rhyme استمع وردد القصيدة الغنائية نانا منطيني قصيدة غنائية يطلب من عندنا استمع لها وأحاول أردد بعدها راح نستمع للمقطع الصوتي نحاول نتبع وياه ونردد بعد المقطع الصوتي وبعدها راح نعرف شن المطلوب حفظه من هذا النشاط نستمع للمقطع الصوتي هو الشيء track 130 listen and say the rhyme have you got a ruler yes i have have you got a ruler no i haven't but i need a ruler can i borrow yours yes here you are thank you have you got any crayons yes i have have you got any crayons no i haven't but i need some crayons can i borrow yours yes here you are thank you بعد ما استمعنا للقصيدة الغنائية ورددنا بعدها هنا أنا اندي ملاحظتين لازم انتبهلهن بهذا النشاط شنو اندي ملاحظتين أولا have you got معناها هل لديك هذا السؤال راح يتردد هواي بالدروس القادمة سؤال شفوي مهم فهنانا يقول لك have you got a ruler هل لديك مصطرة الإجابة عنها اما yes i have أو no i haven't أحاول أحفظ السؤال والجواب have you got a ruler هل لديك مصطرة أو have you got a pencil هل لديك قلم رصاص أو have you got a book هل لديك كتاب إلى آخر have you got معناها هل لديك الإجابة عنها اما ب yes i have أو no i haven't هذا الملاحظة الأولى حفظنا ان have you got معناها هل لديك والإجابة عنها اما ب yes i have أو no i haven't هنا منطين الـ a ملونة باللون الأحمر والـ any باللون الأحمر والـ some باللون الأحمر هنا أنا يريد أنبهني إنه إذا كان الشيء إذا أسأل عنه have you got مفرد إذا كان مفرد أخلي قبله a أما إذا كان جمع أخلي قبله any طبعا الأي نسميها أداة تنكير وأكويها an أداة تنكير أخرى لكن مو بالرابع ابتدائي نأخذ إن شاء الله نأخذها بمراحل قادمة بالخامس والسادس ابتدائي هسا رح نحفظ إنه الـ a تجي قبل الإسم المفرد فإذا لاحظتم have you got a ruler هل لديك مصطرة مصطرة مفردة خليها تقبلها a بعد have you got a ruler مرة أخرى هل لديك مصطرة ruler مصطرة مفرد خليها تقبلها a بينما نشوف بالجملة الأخرى crayons أقلام تلوين بها s جمع إذن هذا crayons اللي معناها أقلام تلوين جمع بها s جمع ليس قلم واحد وإنما أقلام تلوين إجا قبل أي ما خليت قبل أي ليش لأن ذكرت بالملاحظة إنه إذا كان مفرد أخلي قبل أي وإذا كان جمع أخلي قبل أي لحد الآن دعنا نتحدث عن السؤال إذا لاحظتم هل لديك مصطرة هل لديك مصطرة هل لديك مصطرة هل لديك مصطرة هل لديك أي أي أقلام تلوين كل هذه أسئلة يعني أي وإن قبل الإسم المفرد وتجمع بمن؟ بالسؤال بينما بالجملة المثبتة اللي هي مو السؤال أقدر استخدم غيرها غير أقول مثلا بعض زين أستاذ هل بش يفيدني؟ مثل ما وضحنا أن هاي الأسئلة الشفوية من الممكن أن الأستاذ يسرها بداخل الصف كتحضير يومي أو بالامتحان الشفوي مثلا يقول لك هل لديك مصطرة يشوفك تعرف أجابة ولا متعرف إذا قلت لك أو معناها أنت تعرف أجابة إذا استخدمت إجابة أخرى مثل الإجابات اللي أخذناها بدوره السابقة مثلا أو هاي إجابة متعلقة بغير السؤال فيعرف أن أنت ما حافظ إجابة هذا السؤال فلازم نحفظ أن هل لديك الإجابة عنها أما بها ساي هاب أو بعد خلينا نجي نترجم بقية الجمل عن مجلسر واضح عندنا هذا النشاط هل لديك مصطرة كلا ليس لدي لكنني أحتاج إلى مصطرة هل يمكنني أن أستعير مصطرتك نعم تفضل شكرا شكرا هل لديك أي أقلام تلوين أي معناها أي نعم لدي هل لديك أي أقلام تلوين كلا ليس لدي لكنني أحتاج بعض أقلام تلوين لكنني أحتاج بعض أقلام تلوين هل يمكنني أن أستعير أقلامك أقلام تلوين الخاصة بك نعم تفضل شكرا لك هذا ما يخص هذا النشاط بس نحاول نحفظ عند إجابة عنها ما بيس I have أو ونعرف أن الأي تجي قبل الإسم المفرد والأني تجي قبل الإسم الجمع ننتقل إلى النشاط الآخر ردد القصيدة الغنائية مرة أخرى اللي قرناها قبل دقيقة اسأل وأجب نعنى محادثة بين تلاميذ الثنيا التلميذ الأول يسأل باستخدام يا سؤال باستخدام مثلا التلميذ الأول يقول هل لديك مصدرة أو هل لديك تي شيرت اللحظة عندما أستخدم حرف الأي قبل تي شيرت ورولر ليش لأنها مفردة بينما أقول هل لديك أي أحذية رياضية هل لديك قلم فالتلميذ الآخر إجابة أما يقول هل لديك تلميذ الثاني لفء أنه بالتلميذ الثاني يسأل بس التلميذ الثاني يستخدم يا كلمات هذين كلمات يقول هل لديك مساحة هل لديك كرة هل لديك قاموا الصور هل لديك أي أقلام تلوين إلى آخره والتلميذ الأول كذلك يجابه إما بس I have أو أو إذا هذا عبارة عن نشاط صفي عبارة عن محادثة بين تلاميذ الثنيا تلميذ الأول يسأل والتلميذ الآخر يجاوب باستخدام السؤال اللي شرحناه قبل دقائق باستخدام هل لديك والإجابة عنا ننتقل إلى كتاب النشاط اقرأ هذه الأعداد جدها بهذا اللغز أو هذه المربعات العشوائية وحاول أن تحوطها ضع دائرة حولها هو من طين لمثال سبعمية وسبعة وسبعين أجل أدور بهذه الأعداد العشوائية سواء كان أفقيا أو عموديا يا أرقام اللي تحبر عن هذا العدد اللي منطينيها كتابة فمنطيني سبعمية وسبعة وسبعين أجر دائرة عليها كذلك مع البقية مثلا تو هندرد تو هندرد معناها ميتين أجل أدور بهذه الأعداد المباثرة رقم ميتين هذا هو رقم ميتين أجر دائرة عليها بعد 558 558 أبحث عنه بهذه الأرقام العشوائية هذا هو 558 أوضع دائرة حولها 909 909 أجل أدور عنه بالأرقام المباثرة هذا هو 909 فأجر دائرة عليها وكذلك مع البقية 818 818 هذه هي 818 بعد 600 600 هذه هي 600 332 332 332 332 بعد 412 412 412 ندور على 412 هذه هي 412 وبعد 1000 ألف هذه هي الألف هذا ما يخص هذا النشاط مجرد يريدني أراجع الأعداد وشون يتم كتابتها طبعا مثل ما وضحنا بدروس سابقة أكثر من ثلاث مرات صادفنا هذا الموضوع موضوع العداد وقلنا أنه يجب على التلميذ أن يعرف أم لا العداد وشون يتم كتب لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري وشرحناها وشون تجي بطريقة وافية بالدروس السابقة ننتقل إلى نشاط الآخر look at the numbers انظر إلى هذه الأرقام هسا منطيني أرقام ويريدني أكتبها كتابة قبل دقائق منطيني كتابة ويريدني ألقاها أرقام هسا منطيني أرقام ويريدني أكتبها كتابة look at the numbers انظر إلى هذه الأرقام write the words وكتب الكلمات اكتب أملاها فمثلا number one هاي 14 14 شون أكتبها تكتب بهذه الطريقة 10 10 تكتب بهذه الطريقة 23 23 تكتب بهذه الطريقة 41 ننتبه إلى كلمة 40 4 F O U R وال 14 كذلك F O U R بينما 40 اليو تنحذف ننتبه لهذه الملاحظة 86 تكتب بهذه الطريقة 86 260 تكتب بهذه الطريقة 758 تكتب بهذه الطريقة وال2000 كذلك تكتب بهذه الطريقة هذا ما يخص هذا النشاط أحاول أحفظ ملاء العداد من الواحد حتى الألف لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري من ممكن نجيب لي أرقام ويطلب من عندي أني أكتب ملاءها وكذلك سوف تفيدنا بمراحل قادمة إن شاء الله بالصف الخامسة الابتدائي والصف السادسة الابتدائي يفيدني حفظ ملاء العداد ننتقل إلى النشاط الآخر Write the missing words اكتب الكلمات الناقصة Put the conversation in order وضع المحادثة بالترتيب منطيني كلمات على الصفحة يقول لي أسقطها بهذه الفراغات وحاول أن نترتب المحادثة فمثلا نمبر وان أولا هذي هو حال لياها يعني هذي أول جملة راح أقولها Have you got a فراغ هل لديك فراغ خلنا نشوف شون الكلمة المناسبة للفراغ Put ball كرة قدم نعم هل لديك كرة قدم أخليها زين استاذ ليش ما حطيت Balloons اللي هي البالونات لأن اللي قبل الفراغ A احنا عرفنا أن A يجي بعدها اسم مفرد والبالونز اللي هي البالونات جمع ما يصير أخليها بالفراغ إذن أكثر كلمة مناسبة هي الفوتبول Have you got a football هل لديك كرة قدم احنا عرفنا شون الإجابة أما ب Yes I have أو No I haven't فإذن الجملة الثانية أكتب عليها هذه No I haven't كلا ليس لدي But I need one for فراغ لكنني أحتاج واحدة لفراغ اليوم شون الكلمة المناسبة لفراغ Balloons للبالونات غير مناسبة School للمدرسة نعم أحتاج واحدة للمدرسة اليوم Can I borrow yours هل يمكنني أن أستعير كرة القدم الخاصة بك فيجاوب Yes Here you are نعم تفضل إذن هذه الجملة الثالثة فيجاوب يقول Thank you شكرا لك رتبنا المحادثة وملينا الفراغ بعدها كذلك يقول لكمل هذه المحادثة الثانية وملي الفراغ بعد كلمة School وFootball أنا حذفتها ليش لأن استخدمناها بالمربع السابق أجل أكمل Have you got any فراغ هل لديك أي فراغ شون الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة Balloons ليش لأن جمع وقبل الفراغ لقينا any ذكرنا أن لأني تجي قبل الجمع فشون الإجابة أما Yes I have أو No I haven't إذن الجملة الثانية هذه No I haven't كلا ليس لدي أي بالون But I need some for Tarek's فراغ party لكنني أحتاج بعض منها لحفلة فراغ الخاصة بطارق شون الكلمة المناسبة للفراغ أكيد كلمة Birthday اللي هي عيد ميلاد لحفلة عيد ميلاد طارق Can I borrow yours هل يمكنني أن أستعير خاصتك أو البالون الخاصة بيك فيجاوبا قل لي Yes Here you are نعم تفضل إذن هاي جملة الثاثة بالأخير يقول لي Thank you شكرا لك وهذا جملة الرابعة هذا ما يخص هذا النشاط بعدها يقول لي Listen and check استمع وتفقد ما يحتاج إلى استمع المقطع الصوتي لأننا قرأنا النصوص ورتبناها وملينا الفراغات بعدها يقول لي Practice the conversation حاول أن تتدرب أو تتمرن على هذه المحادثات الأستاذ راح يختار تلاميذ تلميذ يأخذ الشخصية الأولى اللي هو يسأل والتلميذ الآخر يجاوبه ويسوون محادثة بداخل الصف لتطوير مهارة المحادثة رات التلاميذ إذن هو عبارة عن نشاط صفي لكن من الممكن يجيني بالامتحان يجيب لأحد هذا الجمل ويخيرني بين اختيارين فأنا من خلال ما قبل الفراغ إذا كان أي أختار الكلمة المفردة وإذا كان أي أختار الكلمة الجمع هذا كان دارسنا لهذا اليوم أخذنا بي أربع صور لكريم وطارق ونادية ولينا ولاحظنا من خلال الصور أنهم من لديهم بعض الأشياء اللي راح يستخدموها بالنشاطات المدرسية أو التحدي المدرسي ويحتاجون إلى بعض الأشياء الأخرى قدرنا نحدد هذه الأشياء من خلال حفظنا لكل تحدي واللي يحتاجوا بهذا التحدي مليئنا الفراغات رتبنا المحادثات واخذنا الأعداد راجعناهن وراجعنا أملاهن وذكرنا أنهن الأعداد مهمة جدا بالامتحان التحريري أما باقي الأنشطة فهي جميع أنشطة صفية وشفوية فقط أحاول أن تبه إلى هف يو جوت معناها هل لديك والإجابة عنها إما بيس عي هاف أو نو عي هاف انت لأنهن ممكن الأستاذ يسنب بيها كالتحضير يومي أو بالامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة معكم على الشاشة